مساء الخير معاكم بسانة من يوميات بسانة ولدها اهلا بيكم عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بالف صحة والف خير النهاردة جايالكم في روتين قوي جدا روتين ووصفات وحاجات حلوة كتير هتلاقوها في يوميات بسانة ولدها النهاردة جايالكم في وصفة حلوة جدا كلنا بنحبها بنعشقها كبار وصغيرين حاجات كده من الاخر ما لهاش حل النهاردة جايالكم باكلة حلوة قوي قوي كلنا بنحبها وبتشرفنا في العزومات وبنحبنا كلها عمتا في الايام العادية وفي غير العزومات النهاردة جايالكم بطريقة الحمام المحشي الحمام المحشي يا بسانة ايه الحمام المحشي عامل لكم بطريقة بسيطة جدا من قلب بيت بسيط جدا بيحب يعمل الاكلات المصرية الجميلة حلوة قوي النهاردة وفي قناتي بسانة ولدها يوميات بسانت ولادها هتلاقوا فيها كل حاجة حبيبي بتحبوها يوميات بسيطة لذيذة حلوة أكلات وصفات حاجات حلوة بإذن الله من القلب البيت الشري يلا بينا لو أول مرة تشوفوا قناتي أنا بسانت من يوميات بسانت ولادها يلا بينا اضغطوا زر الجرس وفعلوا أنا أسفة يلا اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يلا نبدأ وصفتنا الأولى في الفيديو بتاعنا النهاردة اللي مليان وصفات ومليان حاجات حلوة جدا وتكات جميلة جدا جدا أول حاجة معايا هنا أنا جبت صنية حطت فيها المادة الدهنية بتاعتي وكمان عملت في الكبه بسلطين حجمه وصلت حلوين كده كمان دلوقتي جبت نزلت على المادة الدهنية بتاعتي بعد ما زخنت حلوة قوي عبارة عن زيت ويز وسمنة نزلت كمان بالكبت والقوانس بتاعت الحمام بتاعي هفضل أشوحهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كمان نزلت بالبصل بتاعي اللي أنا مقطعها صغير جدا ممكن تقطعي كمان بالكبه بتاعتك أو زي ما أنا عملت كده بالكبه أو بالسكينة أو بالمبشرة زي ما انت حب في الضبط أي نوع انت حباها سهي لها على نفسك وما الصعبهاش كل حاجة موجودة معاك في البيت بكل سهولة جبت كمان حلة تانية حطتها على البتجاز وحطت فيها أربع كبيات من المياه ونزلت عليهم بكبيتين من الرز المخسولين والنضاف اللي زي الفل غسلتهم وصفتهم ونزلت على المياه بتاعتي وهي في مرحلة الغليان هسيبهم مع بعض ياخدوا لهم غلوة كده عن نار وإيدي التانية بتقلب في التوابل بتاعتي اللي هي والخلطة بتاعتي اللي هي عم عبارة عن بصلتين كبار ومواد دهنية والكبد والقوانس بتاعت الحمام طبعا ممكن تستخدمي عن الرز وتستخدمي بداله الفريق ونفس الطريقة ونفس الطعم هيديها لك الفريق برضو لو بتحب الفريق يعمليه لو ما بتحبهوش جرب الرز مش هتندمي الرز حلو جدا وغني بالألياف الطبعية الجميلة بصوا بقى التكة الحلوة اللي أنا بعملها في البصل بتاعي بنزل بتوابل بتاعتي بس ما بوضفش أي نقطة ملح ما بوضفش يا بسانت أي ملح لا ما بوضفش أي ملح للبصل بتاعي فأي وصفة من وصفاتي بخلي الملح آخر حاجة ليه بقى يا بسانت علشان الملح يا جماعة بيدي بيخلي البصل بتاعي ينزل الميا بتاعته فما بيدينيش التست الحلو اللي أنا حباه اللي أرمشة الحلوة اللي هتبقى موجودة في الرز بتاعي حطيت هنا كمون وفلفل أصمر وابتديت أشوح وأقلب وهوفضل أشوح بالطريقة اللي أنتو شايفين هادي لحد ما البصل بتاعي ياخد اللون الجميل اللي أنا حباه اللي أنا هوصله وأول ما هوصله هقول لكم هو اللون ده اللي هتعتمده ويعني تثبته عليه تمام كده أنا بحب لما شوح البصل بتاعي أخليه كده على طول إيدي فيه علشان كله ياخد لون واحد يعني البصل بتاعي ما يبقاش فيه كبحة شوية لونهم دهبي وشوية لونهم محاروة والألوان الغريبة اللي إحنا ساعات بنشوفها فدايما نخلي النور بتاعت بتجازك هادية وكمان خلي إيدك في الحاجة على طول هتلاقيها ثلاثة وجميلة جدا جدا معيك وبتتقلب معيك بكل سهولة بصوا بقى الجمال والحلاوة الريحة مش قادرة بصفلكوا جايب الأخر الشارع وكله بيقولي يا شيف الحاجات دي ما بتطلعش غل من شيف يعني وانا على قد دي في الأكل وكده بس اللهم لك الحمد يعني مفيش حد ما بيأكلش الحمام بتاعي إلا بيشكر فيه وبيقول إنه أحلى الحمام اللي ممكن تتاكل وأحلى الحمام اللي ممكن تتاكل وأحلى الحمام المعمول في البيت زي وزي الجهز بالصب وهقول لكم على كل حاجة ولو حابين أي أسئلة وأي إضافات ممكن تسألوها لي وتكتبوها لي في الكومنتات وأنا هرد عليكم واحد واحد ومش هبخال عليكم في أي معلومة بما يرضي الله الرز بتاعي هو بتده يغلي هسيبه ياخد الغلوة الأولى وابعد كده هطفي عليه البتاجاز بتاعي وبرضه هوريكم شكله لما وصل للمرحلة دي المرحلة اللي جاية جميلة جدا البصل بتاعي مع الكبد والأوانس والتوابل بتاعتي ابتدأ هو يتقرمش وابتدأ ياخد اللون الدهب الجميل اللي هتعتم دي علي طيب أنا بحمره ليه بحمره علشان يدي لون ويكرف اللون اللي جواه على الرز بتاعي فيديني نفس لون المطاعم بالزبط فكل ما تحمر البصل بتاعي كويس جدا كل ما هتاخد نتيجة عالية جدا جدا فخليكم معنا وما تروحيش مني أنا في أي حتة التكاز والحركات اللي هنسها وبسانت وأولدها هم أساسها بالشكل اللي انتو شايفينه ده ابتدأ يتقلب أهو وابتدأ اللون بتاع البصل يتغير شوية في شوية لحد ما هيبتدي ياخد اللون الجميل اللي أنا حباه شوية في شوية هنكمل مع بعض كل الوصفات بتاعتنا وما تنسوش الفيديو ده مليان حاجات خلوة كتير يعني مش وصفة الحمام بس هنعمل الحمام عملتلكو الحمام وهكمل فيه عشان هعمله من الألف لليا لحد التحمير وهقول لكم زيت عرفيس توا وهقولك كمان واللي هتتغاضي عنه وكمان هنعمل مع بعض أطباق تانية كتير هتعجبكم جدا في الرجاء لو سمحتو اعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة وعملوا لي كومنتات جميلة حلوة كده تشجعني وتزود من حماسي ان أنا أكمل معاكم ونقفلش القناة ونكمل فيها زي ما انتو شايفين كده بالضبط الحمل الرز بتاعي بتده ياخد اللون اللي أنا حباه هفضل أقلب فيه لحد ما وصل لدرجة اللون بتاعي زي ما قلتلك علشان توصلي للون اللي انت حباه لازم ايدك تبقى تبقى في البصل على طول وانت بتقلبينه ويريد تستخدم ملعقة خشب علشان تبقى أسهل عليك بكتير من انك تقلبي بملعقة ستلس أو ألمونيوم فتحرق ايديك اهو بتده الرز بتاعي البصل بتاعي اخد اللوني الحباه ونزلت علي بالرز بتاعي بعد ما وصل للدرجة اللي أنا عايزاها يعني يا دوب غالا مفيش ديئة واحدة من بعد الغاليان طفت عليه وكان فيه حبة مية سيبتهم يتشربوا لو مش عايزهم يتشربوا ربو خايفايا عجل منك صفيهم مفيش اي مشكلة انا نزلت زي ما انتم شايفين كده بالبصل بتاعي هفضل اقلب فيه وهو سخن يعني البصل سخن والرز كمان سخن علشان السخنية اللي في الاتنين هتتعمل صدمة للبصل وتخلي البصل ينزل اللون الجميل بتاعه اللون الدهب الحلو ده على الرز بتاعي فيدوله لون جميل جدا جدا ولسه كمان مع اضافة التوابل بتاعتنا هتدي اللون الحلو وخدوا بالكم يا بنات ان انا ما ضفتش اي ملح في الاول فهضيف الملح دلوقتي هضيف دلوقتي ملح وكمون هدي الكمون وهضيف كمان ملح وكصبرة نشفة وفلفل اصمر هي دي التوابل اللي هتعتمدي عليها في اي حمام او اي حشوات انت بتحشيها سواء حمام سمان فراخ اي حاجة انت بتحشيها هتعتمدي على الخلطة دي هتعجبك جدا مفيش حد هيكل الحمام اللي لما ياكل الرز قبل الحمام من كتر حلاوته والخلطة بتاعته انا هنا ضفت الملح والتوابل بتاعتي الكمون والكصبرة نشفة والفلفل الاصمر هبدأ بقى هشوحهم كده على النار تشويحة والنار هادية من تحت هقلبهم مع بعض الحد بكلهم ياخدوا لون واحد وكل التوابل بتاعتي تتدخل في بعضها بالشكل ده حاجة كده والله زي العسل وزي الفل بصتوا الريحة كده ايه ما لهاش حل جايبة من اخر الشارع بالشكل ده بصتوق البصل بتاعي كرف على الرز فداله نفس اللون ونفس الدرجة وصفاتي بتتميز بانها من قلب البيت من قلب البيت يعني منتها البساطة هتعمليها منتها اللزازة والسلاسة هتنفذيها حاجة كده والله من الاخر ما لهاش حل ما فيهاش اي تكلفة ما فيهاش اي ابتزاز مالي او نفسي او اي حاجة انا هنا جبت الرز بتاعي بعد ما برت قلبته اهو زي ما انتوا شايفين شايفين لونه واخد اللون الجميل اهو البصل كرف والتوابل كرفة على الرز وكله اتغطى لون واحد جبت الحمام بتاعي المغسول ومتنظف ومنقوع بخل وبقى زي الفل وزي القشطة منظفاته نظيفة حلوة هبدأ احشيه ودي طريقة للمبتدئين لو اول مرة تحشي اي حاجة اعملي زي ما انا بقولك كده بالضبط بعد ما غسلت الحمام ومنظفته وخليته زي الفل هبدأ بالجزء السفلي من الحمامة وهحشيه يعني كل جزء هحشيه الواحد الجزء من فوق وجزء المنتحت هيتحشي الواحد المنتحت هيتحشي من الفتحة السفلية المنتحت وهدخل الرز وكبسه كده باسباع ايدي بس لحد ما يدخل كويس قوي وهيبقى زي الفل وبعد كده بعد ما خلص الجزء المنتحت حشيه كويس جدا وضغط عليه كويس جدا جدا هبدأ احشي جزء المنفوق بالشكل ده بالشكل ده يا بنات تمام لحد ما ااخد يعني اوصل الحجم اللي انا عايزاه الحتة دي بتبقى سلسة ومارنة كده بتتحشي حلوة عوي بصو بالشكل ده بالشكل ده اهو بصو ما شاء الله بقت فرخة مش حمامة دي اسهل طريقة للحشو خدوا بالكم لما تحشي انت بايدك فوق وتحت هتبقى اسهل بين كده ما فيش بص يا بنات بمنتهى اللازازة اهو جميلة جدا جدا وحاجة زي العصر هحشيها وكملها كلها زي ما انتم شايفين كده حاشتها هيبصوا ما شاء الله تحسوها تمطت كده وكبرت وبقى شكلها لزيز جدا يلا لو لسه مشتركتش في القناة اشترك في قناة يومية بسندق ولدها علشان يوصل لك كل جديد بإذن الله لازم تفعلي زر الجرس هنعمل مع بعض الايام الجاية حاجات حلوة كتير كتير هتعجبكم وهنعمل روتينيات وهنعمل وصفات وهنعمل حاجات حلوة كتير بالشكل ده قفلتها من تحت خلف خلاف فيه حت الكبدة حطتها في قلبها وهاركن اول حمام عملتها بالشكل ده شايفين يا بنات لون الرز واخد اللون الجميل البني ده حاجة كده والله زي العسل ريحته ومش قادر اوصف لكم وهعمل الحمام التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه برضو هحش الجزء من تحت ده بكل سهولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده انا بحشي الجزء من تحت و بعد كده هجيب الجزء القلوي هحش الجزء من فوق بنفس الطريقة الحمام من احلى الاكلات اللي ممكن تعمليها كلنا بنحبها كبار وصغيرين حلوة جدا مليانة بالحديد مليانة كمان بالفيتامينات وجميلة جدا وبتمد الجسم بطاقة رهيبة بصراحة يعني عندنا هنا في مصر الحمام ده بيروم العظم بجد من احلى الاكلات ومن امتع الاكلات اللي ممكن تعمليها وخصوصا الزغاليلي الصغيرة اللي زي كده طيب لو انت جبت حمام وعايزة تعرفيه من عند البياع اذا كان هو صغير ولا كبير قبل ما تشتريه هتعرفيه ازاي هقوليك دلوقتي هقولك تعرفيه ازاي الحمام الزغاليلي الصغيرة بيبقى ليها ريش صونطوتي اوي حوالين المناخير بتاعتها وحوالين عينيها بيبقى مليان لون اصفر يعني شعيرات خفيفة جدا شعرة حلوة جدا هي دي بتدل على ان الحمام ده لسه بيبي زيغاليلي صغيرة لسه بخرها يعني ايه بخرها يعني العظم بتاعها يتاكل كده اكل من كتما هو طري وجميل لكن الحمامة لما يكون كبيرة وعجوزة وسنها كبير بتبقى حجم منبرى مليان ما شاء الله تخش الحلة تبقى ايه عصفور صغير خالص خاطئ فبيبقى طعمها مش حلوة جدا وبيبقى لها الشربة حلوة والسوا بتاعها ما بيبقاش حلو طعمها كده استخدر الله العظيم فلما تيجي تشتري حمام من عند البيع لازم تجي بيه زيغالي الجلد بتاعه بيتمدد معاك بكل سهولة بيبقى حلو كده ويبقى طري منمسه حلوي يعني بصراحة واللحمه حلو جدا بصوا بقى هنا بقفل اوخل في خلاف عادي جدا وبصوا هنا الرقبة من فوق لو حلقتي فيها مكان عايزة تحشي كمان احشيها مفيش اي مشكلة هكمل حشوها بنفس الطريقة بالشكل ده جميلة جدا جدا وحلوة جدا اللهم صل على النبي بصراحة زادت الضعف هكمل حشو بقية الحمام بنفس الطريقة علشان اللي ما شفنيش في اول الفيديو يشوفني كمان في اخر الفيديو يبقى احنا عرفنا الحمام تعرفيه زغليل ولا كبير ازاي قلتلك من شعر صغير الاشعر اللي بيبقى مالي وشه ومالي بقية جسمه في اغلبية الشعر بيبقى فيه شعيرة صغانطوطة خالص رقيها جدا بتبقى لونها اشعر اللون الاشعر ده دليل على انها لسه بيبي زي ما قلتلكم ولسه ما كبرسش ولا عجزت ولا اي حاجة طيب تعرفي ان الحمام بتاعك بعد ما تشتريه حاجه مصغير ازاي انه ما بيخدش اكتر من 10 دقائق ربا يسعب الكتير قوي على النار ويتلاقيه استوى وبقى زي العسل دي برضو من علامات انك انت الحمام اللي اشتريته صغير طيب الحمام بقى تشتريه من انه مكان احسن هقول لك تشتريه من بلو تقع لفراغ اللي بيبقى عليهم ضغط اللي بيبقى عليهم رجل يعني ما تروحش تجيبي حمام من واحد يدوب عنده كم فرخة وكم جوز حمام عرفي ان كم جوز حمام دول قاعدين عنده بقاله شهر مش هيتباعهم وكبر في السن فاحسن حاجة تعمليها انك انت تجيبي الحمام من مكان موصوق منه يا سلام ده لو جبتيه من الفلاحين اللي قاعدين في الارض بس هو يغشوكي عشان فيه ناس كتير بتغشم وتستحرمش ان هي تبيح حاجة كبيرة وعجوزة على انها صغيرة بس انت خليكي نصحة وكمان الحمام ليه صوت معين الزغليل صغيرة بتاعمل كده انها بتاعمل موسيقى يعني دي تعرفي منها ان الحمام بتاعك زغليل مش حمام كبير وعجوز والكلام ده كله انا بحشي اهو نفس الطريقة اللي انا حشيت بيها يا بنات من تحت شوية ومن فوق كمان بالشكل ده بصوا بسم الله ما شاء الله اهو وانا كمان وسعت الجلد فالحشو زيت بقى حاجة كده زي العسل على بال محشي الحمام بتاعي هكون مع بيها حلة مية على النار علشان اسلق فيها الحمام بتاعي هحط فيها بس بصلايا دي من جوه الجلد مش قطع ولا حاجة دي حتة قونسة او كبدة من الكبدة المتشوحة اللونها بني قوي دي بين اهي حتى من داخل الرز دي اخر واحدة هعملها ادي المية بتاعتي حطت فيها بصلايا زي ما انتو شايفين كده اول ما بتغلي لازم المية بتاعتي تغلي هسقط فيها الحمام على طول على وشه ليه على وشه علشان الجلد ينكمش ويقفش كده في بعضه ماينزلش اي رز خدوا بالكم انا لا خيطت الحمام ولا لفته بابرة وفتلة زي ما الناس بتعمل ولا اي حاجة رشية رشية كمون انا اسفل رشية رشية ملح قصدي فلفل اصمر وهنزل بالحمام اهو زي ما انتو شايفين كده بس اهم حاجة المية بتاعتي تكون مغلية بصوا الحمام بسم الله ما شاء الله تحفى بحطه على وشه وشوفوا ان المية بتاعتي سخنة الحمام كمش على طول والجلد بتاعه الشد الحمام الرابع اهي هنزل بيها كمان ولازم الحلة بتاعتك تكون كبيرة واسعة علشان ما تحتاجيش انك انت يتقلب الحمام فيتفتح منك او يتخرم منك وينزل الرز اللي فيه خلي بالك من الحتة دي كويس جدا سبته على النار ربع ساعة لحد ما استوى طلعته من الشرب اهو يا بنيات رشيته بملح وفلفل وكمون وكصبرع ملح وفلفل اصمر وكمون وكصبرع على الوش زي ما انتم شايفين ما اضفت لهوش اي صلصة ولا اي حاجة لو عندك صلصة او اي حاجة دي فهاله مفيش مشكلة انا هبتدي هنا اجيب المادة الدهنية بتاعتي هحط سمنة على زيت زي ما قلتلكم ولازم تكون حبة زيت حلوين كطار او سمنة كتير علشان تعرفي يتقلب فيها الحمام بتاعك ويتحمر كويس جدا ولازم تكون الكمية حلوة وكتيرة وسخنة سخنة قوي لازم تسخنيه حلوة قوي الزيت بتاعك علشان تحمري فيه كويس جدا سخنته كويس جدا زي ما انتم شايفين كده وهبتدي انزل بالحمام بتاعي واحدة ورد تانية علشان ياخد الصدمة على طول ويديك اللون اللي انت حباه على طول من غير اي منقش طريقة سهلة جدا بالشكل ده انا ابتديت انزل بالحمام بتاعي بالشكل ده يا بنات اهو الزيت بتاهي سخنة او السمنة بتاعتي سخنة فمزلتي بالحمام على طول ما شاء الله الحمام ما خسش اول ما ياخد لون في الجنب ده هعمل اللون في الناحية التانية هقلبه كده بالراحة وما تخافيش من ترتشة الزيت او ترتشة الزمن الحمام بياخد لون سريع سريع واخد يبالك عشان ما يحروقش منك بصوا وطبعا لو حطتي في زيت كتير اكتر هيديك لون موحد يعني في ناس كتير علشان يطلع معاها زي بتاع المحلات بالضبط بيدلوا لون في زيت يعني مثلا اللاية بالكهرباء هيديلوا اللون اللي الجميل الحلو المعتاد عليه في الحمام بتاعنا طريقتنا سهلة وبسيطة ومش مكلفة واي حد في البيت يعرف يعملها بس انا عملتها لكم بطريقة بسنت وولدها ادعموني وشجعوني وفرحونا ان شاء الله قناتنا هتكبر بيكم وتبقى مليونية بإذن الله بتشجعكم لنا ودعمكم لنا ان شاء الله الحمام هتكلوه بقى حلة طريقة بس انتوا اتبعوا كل حاجة انا قلتها لكم بالحرف الواحد علشان تاخدوا النتيجة مصبوطة مية في المية او مليون المية كمان زي ما قلتلكم كمان ممكن تستبدلوا الرز بالفريق هيديكم نفس الطعم ونفس الطريقة حاجة كده ايه 5 star الحمام بقى شكله شهي بقى شكله جميل جدا طريقته سهلة وبسيطة وما كلفتناش حاجة وما خدتش وقت معنا ولا خدت مننا اي مجهود ولا اي حاجة طريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت يعني سريعة جدا جدا ومش مكلفة خالص الحمام بتاعي يبتدى ياخد اللون اللي انا حباه وطبعا درجة اللون على حسب كل رقبة كل واحد انا بحب الحمام كده وشه وظهر ياخد لون دهبي جميل وحلو وفي ناس كمان بتحبوا ياخد لون فاتح وفي ناس ما بتحبش تحمره كل واحد على حسب رغبته كل واحد على طريقة الاكل بتاعته وكل بلد وليها عدتها وتقالدها احنا عندنا هنا بنعمله بنفس الطريقة دي فياريت تجربوها وكمان ياريت تفرحوا معنا بالايام اللي احنا فيها لانها ايام جميلة جدا والحمام ده هيسعدكم جدا وهيفرحكم وهيفرح اي حد هتعزمي عليه لانه بصراحة تحفق طعمه يا بنات والله العظيم رهيب حلو جدا وما تنسيش رشة الملح والكمون والفلفل الاصمر على الحمام بعد ما يخرج من الحلة ليه بقى يا بسانت علشان بيدي له طعم وريحة مش قادرة يصفلكه ولون جميل جدا زي المحلات بالضبط لو خدتوا بقالكم ان انا بقلب فيه كل شوية علي من شوية عشي مال شوية منهم قدام من على الظهر على الوش لحد ما حس انه كله كله خد من واحد دي كان طريقة الحمام ويلا نشوف الفيديو اللي جاي هنعمل فيه ايه تاني بصوا بقى يا حبايب انا هنا جاي اعمل معاكم بتيفور بتيفور جميل جدا بطريقتي ان شاء الله هيعجبكم جدا هجيب بولة حلوة وهجيب كيلو من الزبدة بتاعتي الزبدة هي بنات طرية بدرجة حرارة التلاجة ما هيش متجمدة ولا اي حاجة وهنزل فيها بالبولة بتاعتي ده كيلو من الزبدة الجاء الصافي ايه زبدة عندك دي زبدة فرن في متناول اي ايد اي حد زي ما قلتلكم الزبدة بتاعتي واخدة درجة حرارة التلاجة مش درجة حرارة المطبخ خذي بالك من الخطوة دي كويس جدا الزبدة بتاعتي بتبقى واخدة درجة حرارة المطبخ انا اسفق التلاجة يعني مش متجمدة من الفريزر ولا اي حاجة تمام كده هنزل بكل الكمية بتاعتي ويدوب هجيب مضرب الكهرباء ولو ما عندكيش مضرب كهرباء هتستخدمي المضرب اليدوي ولو ما عندكيش المضرب اليدوي هتستخدمي الايد الايد دي جميلة جدا ربنا خلقها لنا علشان نعمل بها حاجات كتير كتير حلوبة بإذن الله فانا هنا معي المضرب الكهرباء يدوب هخلطها خلطتين تلاتة بالشكل ده تمام ادي الزبدة كلها حطتها زي ما انتو شايفين حطت الزبدة كلها اهي كيلو زبدة صافي عيرت بالكباية هيطلع معاكي خمس كبايات من الزبدة هتجيب المضرب بتاعك وان هي طرية المضرب بيدخل فيها على طول زي ما انتو شايفين كده يدوب دي اتم بالضبط وهبدأ اضيف بقية المكونات بتاعتي يعني يدوب الزبدة كده تغطلط كلها في بعضيها كده وتبقى زي الكريمة كلها مع بعض ما تبقاش كتل لا تبقى كلها مية واحدة علشان لما اضيف بقية المكونات ما تكلكعش مني وتديني نفس الطعم ونفس اللوم تمام ابتدت اهو انزل يا بنات بي المضرب بتاعي واضرب الزبدة بتاعتي بالشكل اللي انتو شايفينه ده اهو لازم تضربيها كويس جدا لازم تخلي بالك من الخطوة دي هي سر نجاح البتفور بتاعي طبعا كلنا عملنا البتفور في العيد وكلنا اكلناه بس الطريقة دي جميدة جدا ممكن تعمليها وتخلي البتفور عندك في البيت لاي مناسبة اي ضيف يجيلك تلاقي حاجة تقدميها جام كوباية الشاي انا ضربت الزبدة بتاعتي لحد ما لون الزبدة بتاعي يبدأ يفتح زي ما انتو شايفين كده هبدأ اضيف السكر بتاعي تمام كده هضيف السكر بتاعي السكر بودر اي نوع السكر بودر متوفر عندك لو انت خلطيه في الخلاط فنخليه كويس جدا علشان تقدري تستخدميه بس انا افضل انك انت تشتريه جاهز لانه بيبقى احلى وبيد تراوة حلوة جدا للبيتفور بتاعنا مكوناتنا موودة في اي بيت ما تستغنيش عن البيتفور في بيئتك الاولاد بيحبوه والكبار وصغيرين انا ضفتي هنا لكيلو الزبدة كبايتين ونص من السكر ادي اول كباية هضيف الكباية التانية ادي تاني كباية وكمان هعمل نص كباية كمان يبقى كيلو الزبدة الصافي بتاعي اخد كبايتين ونص من السكر كبايتين ونص من السكر بصي بقى يا حبيب قلبي الخطوة اللي جاية دي مهمة جدا ليه مهمة جدا يا بسانت لانها لازم السكر بعد ما نضيف السكر هنقلبه كده تقليبة بسيطة على درجة حرارة على درجة سرعة وطية وبعد كده هنشد السرعة بتاعتنا لحد ما يبقى لونها ابيض تماما زي الكريمة بالصبت لازم تضربي وقت كافي اكتر من عشر دقايق وتضربي متاع عشر دقايق علشان توصلي الهشاشان المطلوب يعني كل ما تضربي في السكر والزبدة مع بعض كويس جدا كل ما البتفور بتاعك او البسكوت بتاعك يبقى هش كده ومورق من جوه وجميل جدا مهمة جدا وعايزة منكم تركيز عالي جدا لازم تخدي بالك من الخطوة دي انك انت تضربي الزبدة مع السكر كويس جدا 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 لحد ما لونها يبقى ابيض كده زي الكريمة بالظبط تبقى زي الكريمة بالظبط لازم توصلي القوام الكريمة لو وصلت القوام الكريمة خلاص كده يبتدي نضيف دي بتاعنا انا اخدوا بالكم انا لسه ما اضفتش الفانيليا هتضيفي كمية فانيليا على قد البيض اللي انت هتخطين يعني مثلا انا هحط عشر بيضات هحط عشر باكتات فانيليا او معلقة او نص كبيرة من الفانيليا خدوا بالكم من خطوة ضرب الكريمة يا بنات لازم تخفقيها كويس جدا علشان توصلي للقوام الجميل بتاع الكريمة لازم علشان يديكي بتفور ناعم وحلو وهش جدا في كتير من القنوات وكتير من الوصفات شفناها على التلفزيون وشفناها على السوشال ميديان بيعملوا البوتيفور من غير اضافة بيكنج بودر انا بقى النهاردة هوريكم السر اللي انا هعمله في البوتيفور علشان يبقى طري وناعم وهش وجميل كده ولزيز جدا ومايفرش منك كل الحاجات دي هقولها لك في الفيديو بس خليكي معانا وما تروحيش مننا في اي حتة اخدوا بالكم اللون بتاع بتاع الزبدة ابتدى يفتحها هو يا بنات بشكل اللي انتو شايفينه ده تمام هبدأ اضرب الكريمة بتاعتي كويس جدا شفتوا انا غلطت ازاي وقلت كريمة لانه هو فعلا ابتدى يفتح اللون اهو ويوصل لدرجة الكريمة بصوا الجمال بصوا الحلاوة طريقة سهلة وبسيطة وحلوة جدا جدا ومش بكلفة كل اللي انا عملته ان انا جبت الزبدة وضفت عليها السكر وبضربه ضربة جامدة جدا علشان يوصل للون الفاتح ولون الكريمة لازم الزبدة والسكر يبقى افتح درجة او درجتين من لون الزبدة الاساسي بتاعنا اللي كان فيه اللي انا حطيته في بداية الموضوع بص يا بنات بقوا كريمة ازاي حاجة كده والله العظيم زي الفل وزي العسل كل ما تضربي اكتر كل ما الكريمة بتاعتك تبقى البتيفور بتاعك يبقاهاش وجميل جدا تمام كده هضربه نفس الطريقة زي ما انتو شايفين كده بالظبط هفضل اضرب فيه لحد ما كل الكمية بتاعتي تبقى كريمة وتبقى جميلة جدا لازم تاخدي لون الكريمة لازم تاخدي قوام الكريمة علشان يديكي حشاشان زي ما قلتلك للبيتوفور بتاعنا ابتديت اضيف البيض يا بنات هنزل بالبيض دول عشر بضوط اخدت 8 بضوط كاملين و 2 صفار بيضة يبقى 10 بضوط كاملين و 2 صفار بيضة بدأت انزل فيهم بطين بطين كل ما حطت بطين اضربهم لحد ما يختفي البيضة كل ما حطت بطين اضربهم لحد ما يختفي البيضة وفي الاخر حطيت 3 بيضات مع بعضهم لحد ما هخلص كل الكمال مش هضيف الدي اي مش هبدأ اضيف اي مكونات تانية زي الدي اي لي البيتفور بتاعي لحد ما تأكد ان البيض اللي انا حطيته كله اختفى هبدأ دلوقتي اضيف الفانيليا بتاعتي هضيف الفانيليا علشان اكمل ضرب البيتفور بتاعي زي ما قلتلك مش هنضيف الدي اي في المرحلة دي الا لما تتأكدي ان كل بيضة حطتيها اختفت واندمجت مع البيض والزبدة بتوعي شايفين القوام عامل ازاي كريم ازاي ملمسه ناعم ازاي حاجة كده من الاخر زي العسل تمام كده هنبتدي نضيف الفانيليا زي ما قلتلك دلوقتي هضيف الفانيليا بتاعتي بنزل الجناب بنزل الجناب بتاعت البيتفور بتاعي او الخليط بتاعي كله بالشكل اللي انتو شايفينه ده هبدأ بعد كده الخطوة اللي جاية مهمة جدا برضو زي ما قلتلكم هبتدي احط الفانيليا بتاعتي بكت ورد تاني ولو عندك فانيليا سيلة بتحبيها برضو ضيفيها اي نوع فانيليا انتو حبيها تضيفيه دفيه بالشكل اللي انتو شايفينه ده ضيفت هضيف كمية حلوة من الفانيليا الفانيليا بتديله ريحة حلوة بتديله كمان طعم جميل جدا كل ما زادت الفانيليا كل ما ريحته بقت حلوة بس الفانيليا السيلة ياريت ما تقطريش منها لان هي لما بتزيد عن حدها بتدي مرارة للعجين بتاعي فاخدي بالك من الخطوة دي كويس قوي واخدي بالك كمان انك انتو يعني بالمعنى الاصح خدي بالك وانتو بتضربي العجينة الخلطة بتاعتي او الكريمة بتاعتي الزبدة مع السكر تضربيهم كويس جدا لما تضيف البيت تضيف البيت تدريجيا وتتأكدي ان كل واحدة ضفتيها او كل اتنين ضفتيهم اختفوا من على سطح البولة بتاعتي او العجينة بتاعي هضربوا كمان ديئتين بالضبط وهكون مجهزة الديئ بتاعي الديئ بتاعي اكون نخلاها كويس جدا مجهزة هيبارة عن عشر عن عشر كبيات من الديئ هيبارة عن عشر كبيات من الديئ زي ما انتو شايفين كده هبتدي احضر الديئ بتاعي هنزل بالديئ بتاعي كبيتين 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 ممسوحين بالشكل ده ادي اول كباية هبدأ بإضافة الدي كباية ورد تانية بالشكل اللي انتو شفتو ده الدي عبارة عن عشر كبايات من الدي ايه يعني البيض قدي الدي ايه ودي قاعدة سبتة جدا في البيتفور او الدي ايه ده في الزبدة ودي قاعدة برضو سبتة جدا في البيتفور طيب إيه الإضافة اللي أنا هضيفها هضيفها معاكم ويهي هقول لكم عليها قبل ما خلص كمية الدي بتاعتي هبدأ أضيف شوية شوية لحد ما أحس إن المضرب بتاعي مش قادر يستحمل أو مش قادر يضرب أكتر من كده هستخدم ايدي بس طول ما هو قادر يستخدم هستخدمه في إضافة الدي زي ما انتو شايفين كده هضيف كبايتين كبايتين وانزل بيهم بالشكل اللي انتو شايفينه ده طول ما قلت لكم المضرب بتاعي شغال أنا هكمل بيه زي ما قلت لكم برضو إن أنا هضيف 10 كبايت من الدي 10 كبايت دي بالشكل ده عايز أقول لكم على قواهة ثبتة في البيتفور البيتفور السمنة بتاعته ضعفها دي ونص السمنة بتاعته سكر يعني ناخدها كده بالتدريج نص الدي نص السمنة بتاعتي أو الزبدة بتاعتي نصها سكر والضعف بتاعها من البيت والدي دي قاعدة ثبتة في البيتفور بتاعي بالشكل اللي انتو شايفينه ده هبدأ أنزل بشوية شوية من المكونات بتاعتي بالشكل اللي انتو شايفينه ده البكنج باودر البكنج باودر ناس كتير رفضة أن هي هتحطه علشان بيخلي البيتفور يفرش فأنا هقول لكم تعملوا ايه عشان بتفور بتاعكم ما يفرش هتستخدمي لكل كيلو من الزبدة معلقة كبيرة أو 3 تربع معلقة صديدة 3 تربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر 3 تربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر بالشكل اللي انتو شايفينه ده انا هبدأ اهو ضفت دي اخر يعني جزء من دي اللي انا ضفته ضفت عليه 3 تربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر البكنج باودر على فكرة عكس ما بيقوله انه بينشف لا هو بيدي تراوة بيدي هالشاشة بيخلي كده البتفور بتاعي متنفس بيخلي البتفور بتاعي اه مش مكتوم بيخليه حلو كده ومفتوح كده وبصراحة بيدي له طعم لزيز جدا وحلو قوي هكمل باقية دي بتاعي ويمكن دلوقتي هبتدي استخدم ايدي علشان المضرب بتاعي اخاف عليه يتكسر علشان برضو المضرب اليدوي محدود مش زي العجان طبعا لو عندك عجان هتخليه على سرعة متوسطة تكملي بيه كل الكمية بتاعتك زي ما انتو شايفين كده انا استخدمتي ايدي واخدوا بالكم عشان تعرفوا انكم وصلتوا للعجينة المتمثلة للبيتفور هي اقل سمك من عجينة البسكوت يعني سمكها رفيع جدا عن البسكوت بالشكل اللي انتو شايفينه ده بصوا الحلاوة بصوا هي بتلزق في ايدي لازقة خفيفة اهو بالشكل اللي انتو شايفينه ده هبدأ اقلبها كده في بعضيها لحد ما خلط كل دقيقة فيها انا ما بعجينش انا يدوب بس بقلب علشان الدقيقة بتاعي يختفي لا اكتر ولا اقل زي ما انتو شايفين كده بالزبط ولو حستيها بتلزق قوي حط لها راشد دقيقة كمان تمام هبدأ احط راشد دقيقة كمان عشان حسيتها ملزقة قوي في ايدي فهضف لها راشد دقيقة كمان بالشكل ده هقلبها كده خلاص وكده وصلت للسمك اللي انا عايزاه والمستوى الحلو اللي انا عايزاه اهم حاجة ما تبقاش بتلزق قوي في الايد وتبقى بتلزق مش ما بتلزقش بتلزق بس ايه حاجة بسيطة ما بتلزقش قوي وخدي بالك من الخطوة دي كويس جدا هكمل بنفس الطريقة اللي انتو شايفينها دي بالشكل ده اهو ضفت بقية العشر كبايات دقيقة اخر حبة فيها علشان تعرفوا ان العيار مزبوط وانا يدوب بس بقلب كده علشان الديق بتاعي يختفي وبكده هكون وصلت للمستوى المطلوب بتاع البتيفور بتاعي وخدوا بالكم بلاش تضيفوا كمية الديق مرة واحدة علشان ربما الديق بتاعك بياخد السويل كلها فما تحتاجيش تاني فاخد يبالك ان الكمية تبقى كويسة وتعرف الملمس كويس جدا في ايدك زي ما قلتلك هي بتبقى بتلزق بس تلزقها بسيطة جدا جدا هفضل اقلب فيها بصوا اهي سمكها اهو طبعا زي ما قلتلكم اخاف من البسكوت البسكوت بيبقى اتقل منه شوية اهو نعمة وجميلة وبتلزق حاجة خفيفة في صوابع ايدنا من قدام تمام كده تمام يلا طبعين هنشوف الخطوة اللي جاية كويس جدا هنعمل ايه الخطوة اللي جاية انا هقسم الكمية بتاعتي نصين علشان اعمل نص بالشوكولاتة انا حطيت في الطبق بتاعي الطبق ده انا كنت حطى في الديق يعني نضيف وزي الفل تمام حط في معلقتين تلاتة من الزيت وعليهم معلقتين كبار من الكاكاو بالشكل ده انا حطيت الزيت وحطيت عليه الكاكاو بتاعي معلقتين كبار من الكاكاو وخففتهم بالزيت علشان اه العجينة بتاعتي ما تنشفش بالشكل اللي انتو شايفينه ده هاخد نص الكمية بتاعت العجينة واقلبهم في الكاكاو بتاعي وبعد كده هبدأ اكون العجينة بتاعتي بالشكل اللي انتو هتشوفوه تابعوني لحد الاخر جبتلكم كل الخطوات وكل التكات اللي ممكن تستخدموها في عمل البيتفور سواء للعرائز سواء في العياد او في المناسبات او في الايام العادية بيتفورك هيطلع معاك ان اجح مليون المية مش مية في المية بس لأ على ضمانتي وضمانة قناة يوميات بسانت غلادها هتعجبكم جدا طريقتي وهتعجبكم جدا لان هي عملية وبسيطة جدا من قلب البيت المصري حاجات احنا بنعملها من قلب البيت المصري مش مكلفة مش مش مؤفرة مش ما فيهاش تكلفة كتير حاجات حلوة جدا هتعجبكم جدا جدا انا هو حطيت نص الكمية وابتديت اقلب الزيت مع الكاكاو فيها علشان كلها تاخد لون الشوكولاتة تاخد لون الشوكولاتة وممكن من البداية تقسمي العجين بتاعي او الزبدة بتاعتي ونص البيض ونص الديق ونص الزبدة وتعملي بالكاكاو اني كنت تشيل نص كوباية من الدقيق وتحط باندالها نص كوباية من الكاكاو تمام ابتديت اقلب اهو لحد ما كلها تاخد نفس درجة اللون اللي انا حباة واللي انا عايزاة بامسح الجناب اهو علشان اخد الرشاط الكاكاو واللي جاية في الجناب دي اخدها كلها بالشكل اللي انتو شايفينه ده تمام كده اهو يا بنات بالشكل الحلو ده بقت سهلة وبسيطة اهي واخدت اللون البني الجميل الحلو واللي كمان بيغمأ اكتر مع العجين مع التسوية هبتدي اشكل البتفور بتاعي في كيس حلواني عادي وحطيت له البلبلة بتاعته وصواني عادي عندي قديمة بستخدمها لي المعجنات والمناسبات الحاجات اللي زي كده بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالشكل اللي انتو شايفينه ده اهو بصوا بقى انا ما بحبش ادوس عليها واخلي سمكها رفيا علشان اخليها رسمتها تبقى باينة بالشكل اللي انتو شايفينه ده انا بارب لكم الكاميرا علشان تشوفه كويس جدا الشكل اللي ما يعجبنيش بشيل واعمل غيره هكمل اهو زي ما انتو شايفين اي شكل واي طريقة انت حبها طبعا لو معاك مكنة البتفور هتبقى حلوة جدا المكبس بتاع البتفور بيديكي شكل احلى واشكال كتير متنوعة باذن الله هشتري واحد قريب جدا ووريكم شكله ايه وهعمل ريفيو عنه باذن الله هيعجبكم جدا 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 ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هتشوفوا حاجات حلوة جديد حلوة جميلة جدا في يوميات بسانت وولدها هنعمل كل حاجة من قلب البيت المصري بدون تكلفة بدون افورة بدون منعمل حاجة نحتاج نشتري لها حاجة من برأة كل حاجتنا هنعملها في البيت ومكوناتها في البيت باحدى سطريقة وباحسن شكل ممكن تشوفوه بصوا الشكل جميل ازاي حلو جدا تحفى بجد يا بنات والله العظيم حلو قوي قوي شكله لذيذ وشكله حلو قوي ما بياخدش مني مجهود ولا اي حاجة هكمل كل الاجزاء بتاعتي حسيت ان خلاص الكيس الحلواني ما بقاش مجزي معايا بيتعبني هكمل بس بشوية وبعد كده هكمل بالقمع بتاع بلح الشام عادي جدا لحد ما ربنا يسهل ونشتري واحد جديد او مكنة جديدة للبيت فور بالشكل اللي انتو شايفينه ده اتقطع مني هجيب واحد تاني كيس حلواني تاني عشان ده اتقطع هدوس بايدي عادي ممكن تستخدمي ايدك مفيش مشاكل اهو تحط حتة العجينة وتروح يضغط بايدك انا بوريكي كزا شكل وكزا طريقة لعمل البتيفور يعني ما تكلفيش نفسك وتعملي حاجة آآ مكلفة تخليكي بسيطة وحكتك بسيطة في البيت هتتلقع معاك بكل سهولة وكل يسر بصراحة يعني هتبقى جميلة جدا ولذيذة قوي قوي كمان بالشكل اللي شايفينه ده. تمام? هكمل كل الكمية زي ما انتم شايفيني وزي ما انتم تابعيني كده بالزبط. بصوا. بالشكل ده. اهو يا بنات بقى انت استخدم ايدي. اهو انا يعني بحاول اوريكم ان الموضوع مش مش متعب مش مضلع. يعني اي طريقة ممكن تستخدمي بيها واي طريقة ممكن تعملي بيها اي حاجة. هبتدي استخدم البني شوية عشان اوريكم اشكال من الشوكولاتة او البني اللي حطينا له كاكاو. هيبقى شكله ايه? برضو انا جبت كس حلواني اهو. بتدي تشتغل بشوية. عشان يبقى نفس الشكل ونفس الحجم اللي انا عملت به الاولاني. علشان لما يجي لزقهم ببعض بيه لزقهم بالمربع يبقى شكلهم واحد. طريقة التسوية عادية جدا. طريقة التسوية بيكون بتاعك مسخنة. اه انا ما عنديش تايمر فبسخنه تسخين عادي. وهدي النار كده اخليها زي الشمعة. واحط في الرف السفلي البتيفور بتاعي لحد ما يتحنى كده من تحت ياخد لون دهبي جميل. وبعد كده ارفعه تحت الشوية ياخد اللون الدهبي. ادي نوع الكاكاو اهو. جميل. شكل الكاكاو. حلو جدا. هعمل كمان كزا شكل تاني. علشان اوريكم كل الاشكال اللي انتو عايزين تشوفوها. بالشكل ده. بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتعملي كل الكمية بتاعتك. آآ ياريت آآ تدعمونا وتشجعوا القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا تدوسوا على اللايك. اللايك بيفرق معنا كتير. بيفرق معنا كتير جدا جدا. برفع الفيديو. بيخلي كمية كبيرة من الناس تشوفو. فياريت على قد تعبنا معاكم. تتعبوا معانا معلش شيء. تضغطونا على اللايك. مش هيجرى اي حاجة. مش هيبقى مكلف عليكي ولا اي حاجة. بس بالعكس هتدعمينا وتشجعينا ان شاء الله. وآآ كل حاجة حلوة هنعملها مع بعض من البيت المصري العصيز. بالشكل اللي انتو شايفينه ده. هكمل كل الكمية بنفس الطريقة. هكمل كل الكمية بالشكل اللي انتو شايفينه ده. انا بعمل بالشوكولاتة. هبتدي دلوقتي استخدم آآ ممكن نستخدم الامع الصغير بادينا. بالشكل. هكمل كل الكمية بنفس الطريقة. اللي بتفور من الاكلات الحلوة اللي كلنا بنحبها كبار وصغيرين. ممتعة جدا جدا ولزيزة جدا. يعني اي حد بيحبها كبار وصغيرين بنحبها بصراحة مش مكلفة جدا. ولا اي حاجة ممكن تستبدل الزبدة عادي تستخدمي بدلها السمنة عادي جدا. تجمديها في التلاجة وتستخدميها عادي جدا جدا. مش هتقول لها يعني هتبقى حلوة ولزيزة وطعمها حلوة اوي برضو بنفس الطريقة. وفي ناس بتستخدم الزبدة البلدي والنوزيلاندي وكزا نوع من انواع الزبدة الخاصة بالحلويات. يعني ما بتفرقش كتير اوي في الطعم قد ما بتفرق في النوع. آآ بتبقى حلوة ولزيزة وجميلة. تمام كده. ابتديت اكمل كل الاشكال. اهو مش شكل اللي انتم شايفينه ده. طريقة سهلة وبسيطة مش مكلفة ولا متعبة. ممكن بنوتك الصغيرة او ولادك يستخدموا معاك نفس الطريقة او يعملوها معاك. فرحي ولادك بحاجات بسيطة سليهم بيها آآ دخليهم المطبخ معاك يشاركوكي في حياتك اليومية. يشاركوكي في انك انت تعملي حاجات حلوة ليهم مفيدة ومغزية. من صنع ايديكي. بدلا ما تشتري الحاجة من بره بتبقى اضعاف اضعاف دمن التكلفة اللي انت بتكلفها لهم. وكمان ما بيبقاش طعمها زي اللي انت عاملها. او ما بتبقاش بالنظافة اللي انت عاملها في بيتك. انت في بيتك غسل ايديكي شايفة الديء بتاعك نوعه ايه. السمنة بتاعتك مهدرجة او مش مهدرجة. الزبدة بتاعتك حلوة ولا وحشة. آآ حاجات كتير. حاجات كتير تفاصيل كتير. انت دازم تبقى عارفاها. انا هنا بستخدم كمان الامع بتاع بلح الشام علشان يديني نفس الطريقة. خليكم معانا هتشوفوا حاجات كتير حلوة جدا. وهتعجبكم جدا جدا. انا بستخدم امع بلح الشام. هيديني نتيجة حلوة. وشكل حلو جدا برضو. بالشكل اللي انتو شايفينه ده. واسهل بكتير من الامع التاني كمان. وشكله حلو. طبعا بخلاف المكناة. المكناة بتدينا اشكال كتير. بس الاشكال اللي انا بعملها دي اللي هي بالبلبلة بتاعت الكيس الحلواني. وبلح الشام هي دي الاشكال اللي بتتباع برا. اللي بتبقى جاهزة وبتتباع برا من عند الحلواني. ومتاع المخبوزات. والعبد والابوار والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي بتتعامل بطريقة جميلة جدا وحلوة جدا. فلازم تخلي بالك من الخطوة دي كويس قوي. انك انت تعملي حاجة تشرفك قدام ضيوفك قدام جوزك قدام ولادك تعمليها بكل حب. اعملي حاجتك بطريقة سلسة وبسيطة. هتعجبك جدا وحتبقى حلوة قوي قوي زي ما قلتلك. طالما انت اللي عملها باديكي. وحاجتك نظيفة وزي الفل. هتقدري تعملي احلى اكل واحلى مخبوزات واحلى بتفرغات واحلى حاجات حلوة كتير. انت هتعمليها. دايما خلي اديكي في الحاجة. هتنجزي وهتعملي حاجات حلوة كتير. وزي ما قلتلك الصرافي. ممكن تعمليها دوائر. وتقطعيها كده بغطى ازازة. هكمل نفس الكمية كلها هي بنفس الطريقة وبنفس المنوال. بالشكل ده. اللي ما تعجبكيش خديها وشليها وعملي غيرها. بالشكل ده. هعمل كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. عايزة اغير كمان في الاشكال ممكن تعمليها طويلة بالطول مش دوائر. هوريكم هتعمليها ازاي. وشكلها ايه. برضو هعملها معكم. يعني انا مش هخلي حاجة في نفسكم. إيه لما هنعملها مع معا. اكتبوا لي برضو في الكومنتات رأيكم ايه في اللي احنا عملناه واللي لسه هنعمله. وادي ايه الحاجة شرحي. وصل لكم معلوماتي. ادرى وصلها لكم ولا لا. كل ده اقوله لي في الكومنتات عشان اعرف اقيم مجهوداتي في القناة. وعرف اكمل ولا مش هكمل. كل ده هيفدني في تقييمكم لي. ابدوا لي رأيكم. بكل صراحة من غير اي زعل. نكمل ولا ما نكملش ونلف ونرجع بظهرنا. دايما نخليكم معايا في يوميات بسنت وولدها. هتلاقوا كل حاجات جميلة وحلوة بإذن الله. هتوصل لكم وهتستمتعوا بيها بإذن الله بطريقة سهلة وبسيطة. هكمل كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. انا بمدها وهو زي ما قلت لكم هعملها طويلة شوية. بالشكل ده. بالشكل ده. تمام? السوة بتاعت البتفور ما بيخدش معاك اي سوة. اساسا يعني ما بيخدش اي مجهود ولا اي جهد. في ثواني كده تلاقيت عمل وفي ثواني تلاقيت آآ اتستوى وحمر. الطريقة سهلة وبسيطة. بالشكل ده. هكمل كل الكمية بنفس الطريقة. اهو بضغط وانزل لتحت وانزل لتحت. بصو بضغط واروح نزل لتحت. بضغط واروح نزل لتحت عشان تبقى طويلة شوية البتوفوراية زي اللي بنشتريها جهزة. يعني انا كده عملتي كزا شكل وكزا لون يعني زي ما بيقولوا. عملنا بالشوكولاتة وعملنا اشكال تانية. آآ طويلة وصغيرة ورفيعة. وكل الاشكال احنا عملنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام? هكمل كل الاجزاء هو بنفس الطريقة وبنفس الشكل. بالشكل ده. كلها بنفس الطريقة. اهم حاجة مقديرك تكون كويسة. آآ وكمان في ناس بتضيب بتحط البتوفور بتاع نص ساعة في التلاجة بعد ما تعجنوا. انا بمعبلش كده انا بشتغل فيه على طول. بيطلع زي الفل وزي العزل. هتشوفوه طبعا. هتشوفو كل حاجة بعنيكم. وهتلزقوه ازاي? وايه المربة المناسبة لي? وايه الطريقة الصح لتلزيق البتوفور. آآ واي نوع احسن واشك. ادي شكل البتوفور بتاعي. بعد ما عملته هوريكم شكله. بعد كده هنعمل كمان كزا شكل تاني. اهو بص الحلاوة والجمال. اللي ما بتعني جبنيش بشيلها. هابتأ ادخلها خلاص على الفرن بتاعتي. لان هي كده خلاص جهزة. دي كل كمية البتوفور بتاعي جهزة. خلصنا كده كل كمية البتوفور بتاعي. هنبدأ نجهز. هكمل الباقي كله. وهبدأ احطه في الفرن. تعالي نشوف هنعمل ايه في التسوية. والنار هيبقى سمكها ايه? وعلوها ايه? كله ده هتشوفوه مع بعض دلوقتي واحنا بنعمله جزء جزء حاجة حاجة. انا بوريكم كل الاشكال اللي عملتها. الطويل والوسير والرفيع والتخين. وكل الاشكال اللي انا عملتها. في الاسناء دي سخنت البتاجاز بتاعي على درجة حرارة متوسطة بعد معلته وسخنتها حلوة قوي. هبدأ اضيف الصغات في الفرن زي ما انتو شايفين كده. تمام? حطيت الصغتين اهم زي ما انتو شايفينهم كده وههد النار ووط النار عليهم بالشكل اللي انتو شايفينه ده زي الشمع بالزبط. وبعد كده هوريكم شكله بعد السوى هيبقى ايه? ادي شكله بعد مستوى اتحمر. وخدلون دهبي من فوقه من تحت وهش جدا وبميل جدا. يدوب يتحنى كده من فوقه من تحته دايب دوابان مش قادروا يصف لكم شكله ولا طعمه عامل ازاي? هنبدأ دلوقتي نكمل بقية البتيفور بتاعنا اللي بالشوكولاتة واللي بالفانيليا. هنجيب مربة احلى نوع مربة مربة المشمش مش متوفر تستخدم مربة التين. مربة التين والمشمش من احلى انواع المربات اللي ممكن تستخدميها. فانا استخدمت مربة مربة التين لاني مش متوفر معايا مربة المشمش وانا بحب التين عمتلا مربة التين. فانا هشتغل بمربة التين دلوقتي. بالشكل اللي انتو شايفينه ده هقلبهم وادعاكم حلو قوي طبعا لو اشتريتي نوع مربة اشتريه كريمي هيبقى احلى واحلى طبعا بكتير من المربة العادية. هبدأ احط في المعلقة كده واخد واحدة قد التانية. لازم يكونوا قد بعض واخد يبالك من الخطوة دي كويس جيد جيد. هبدأ لزق واحط في بولة تكون نظيفة ومخصولة ومتنظفة. اضيف فيها الحاجة بتاعتي. بالشكل اللي انتم شايفينه ده ولازم يكونوا اللي اتنين قد بعض زي ما انتم شايفين كده. هكمل كل الكمية بنفس الطريقة. بالشكل اللي انتم شايفينه ده هكمل كل الكمية بتاعتي. هلزة المربة وزي ما قلتلك تختاري اللي اتنين حجم واحد الكبيرة والصغيرة قد بعض يعني واحدة صغيرة واحدة صغيرة واحدة كبيرة واحدة كبيرة. ممكن تعملي اتنين بالشوكولاتة عادي ممكن اتنين اعملي اتنين فانيليا عادي مفيش اي مشاكل. اللي انت عايزة اعمليه ما تحتريش وتختاري كل الاشكال هتعمليها بنفس الطريقة. انا ابتديت اخلص كل الكمية اهو قدامكم زي ما انتم شايفينه. بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بدهن المربة زي ما انتم شايفينها. ولزق دي قد دي. زي ما انتم شايفين كده. هكمل كل الكمية بنفس الطريقة. طريقتنا سهلة وبسيطة. وقلت لكم كل التكات والحركات لنجاح البتفور بتاع. البتفور من احلى الاكلات اللي ممكن تعمليها والمخبوزات في الاعياد والمناسبات. والشاي وكمان جنب الشاي بتبقى حلوة جدا ساعة العصاري. البتفور احلى اكل ممكن تاكليها واحلى مخبوزات ممكن تعمليها لبيتك وولادك وسريعة جدا ولازيزة جدا. عمليها وعلى ضمانتي وبكل التكات اللي انا قلتها لك وكل الحركات اللي انا قلتها لك هتاكلي احلى بتفور من باسانت ومن قناة باسانت وولدها. احلى بقى احلى بتفور. وقالات دي بتفور ممكن تشوفيه. سهل جدا وتكنيكاته بسيطة ومكوناته بسيطة جدا. زي ما قلتلك اتبعي كل حاجة انا بعملها وحمرية حلوة قوي من فوق ياخد لون دهبي. هيديك طعم حلو جدا. وطعم لزيز جدا جدا. وفي منتهى الحلاوة وفي منتهى الجمال. بس دي دايما ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. ومحتاجة رأيكم في الكومنتات. قولوا لي حاجة عجبتكم ولا لا. وبتشجعوني اكمل في الموضوع ده ولا لا. وشرح بيوصل لكم بكل سهولة ولا في تعقيدات ولا في مشاكل. كل حاجة انا هستنى فيكم منكم رأيكم فيها. علشان نشوف الفيديوهات اللي جاية نوعيتها ايه. اكتبوا لي برضو في الكومنتات اي حاجة انتو حبين اني انا اشرحها لكم ووصلها لكم بطريقة سهلة وبسيطة. حاجات هنعملها من قلب البيت المصري. مكونات كلها في البيت المصري مش هتحتاجي تشتري حاجات بسيطة خالص من برة. كل حاجة متوفرة في في البيت. وليكم شفت البيتفور كان من ابسط للحاجات اللي احنا هنعملها. وعملناها الحمد لله. مش مكلف خالص. حاجاته كلها في البيت. السمنة والسكر والبيت موجود في البيت. ودي موجود في البيت. ما كلفناش حاجات كتير. بس هيدينا طعم وشكل مش قادر اوصف لكو عليه وعلى جماله حاجة كده. من الاخر. والله ما هتخيروه عن اللي بتشتروا من المحلات بمبالغ ضخمة. احنا عملناه بطريقة سهلة وبسيطة. ومش مكلفة خالص خالص. ومش يعني مش هتقفروا في الحاجات ولا في المكونات. الطريقة السهلة البسيطة لازم تعملوها في البيت. كل حاجة موجودة في البيت فما بلاش نشتري حاجة من برة. كل حاجة هنعملها في البيت. بس دايما نخليكم معنا وما تروحوش في اي حتة. وما تروحوش في اي حتة. قناة بسانت وولادها. هتلاقوا فيها كل حاجة جميلة وكل حاجة ممتعة. بسانت وولادها محتاجة منكم الدعم. بسانت وولادها محتاجة منكم التشجيع. اضغطوا على لايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. واللايك اهم حاجة يا بنات في الموضوع كله لانه بيديني تبور وبيديني طاقة حلوة. البيت فور بتاعنا طلع احلى ما يكون. احلى كتير من الجاهز. متوفر حاجاته في البيت. التسوية مية مية والوصفة نجحة مليون المية. بس اتبع التعليمات هتخلي احلى بتفور ممكن تشوفيه وتكليف حياتي. بس اتبع تعليماتنا. واتبع خطواتي. والتكات اللي قلتلكم عليها. ومتنسونيش في التشجيع واللايكات. كمان الكومنتات الحلوة اللي هتشجعنا. وقلولنا في الكومنتات عجبتكم ولا لا. وكانت معاكم بسانت من قناة بسانت ولبا.